سميت ليلة القدر بالقدر لأن لها قدرا عند الله وفضل ومن العلماء من قال لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم في تلك الليلة ومن العلماء من قال لأن الأرزاق والآجال تقدر فيها بهذه الليلة والنبي قال التمسوها في العشر الأواخر الله أعلم في تحديدها لأن العلماء اختلفوا بنحو من أربعين قولا في تحديدها إنا أنزلناه في ليلة القدر قال ابن عباس أنزل الله القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع وما أدراك ما ليلة القدر وما أعلمك يا محمد ما هي ليلة القدر لعظم شأنها ليلة القدر خير من ألف شهر بها الليلة العمل الصالح فيها خير من ألف شهر أكثر من 83 سنة تقريبا تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة وجبريل يتنزلون في ليلة القدر لكثرة بركتها وخيرها ينزلون بأمر من ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر كلها سلام هي خير كلها ليس فيها شر حتى طلوع الفجر هذا والله أعلم سلام عليكم